وكأنها ذات الأيام بالفعل وصاحبه وكذلك الضحية غير أن الذي كان مخفياً ولا يتسلل إلا تحت الظلام أماطاً لثامعاً وجهه لتظهر الدمامة المملوئة بالطائفية الداعية للقتل والإلغاء والمغلفة بأسماء أحزاب تحكم وميليشيات يتسع نفوذها يوماً بعد آخر المساجد بيوت الله يعظم المسلمون حرمتها فتعصم الدماء وتفض النزاعات لكن الأمر مختلف عند إيران ومن والاها فهم يرونها هدفاً لمشاريع ثأرية مبنية على روايات مغلوطة ومحرفة بالإضافة إلى أنها مشاريع استثمار سياسي رخيصة لأهداف أكثر رخصة مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الذي اكتسبت منه الأعظمية اسمها يعد أشهر معالم بغداد الدينية صار هدفاً للغوغاء الداعين لتهديمه بذرائع أقل ما توصف به إنها كذب فاحش يراد منها إعادة البلاد لنفق الطائفية المظلم لم يكن مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان الأول في مشروع تغيير هوية بغداد بل سبقه نصب رأس الخليفة العباسي باني بغداد أبو جعفر المنصور اتجمع عدد من عناصر الميليشيات والأحزاب المواليد لإيران وهم يدعون لهدمه عقب حملة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لذات الغرض دعوات كهذه لا تتضمن الطائفية فحسب بل تحمل هوسا بالإقصاء وحلما بتحويل العراق إلى إيران ثانية عبر حرب ممنهجة تستهدف الرافضين لولاية الفقه ردة الفعل الحكومية بدت مستغربة إذ لم يعتقل من أطلق هذه الدعوات الطائفية بل اكتفت القوات الحكومية بالانتشار تحسبا لتصعيد الموقف وذلك يناقض نهجا حكوميا متبعا باتهام المعارضين للعملية السياسية ولو بالقلم فقط بالإرهاب سكان الأعظمية رفضوا محاولات إعادة الطائفية وتوجهوا بالمئات إلى مسجد الإمام أبي حنيفة ردا على تلك الدعوات وتأكيدا على ضرورة ردع من يبغي المساس بالمقدسات لا سيما أن مطلقيها يحاولون إعادة تدوير وجوههم مع قرب الانتخابات البرلمانية المبكرة فلم يجدوا سوى قناع الطائفية التي يتقنون إثارتها واللعب على أوتارها